تقم وزارة الداخلية بأدوار أساسية مع وزارات وجهات أخرى على اتخاذ كافة التدابير التنظيمية التي تساهم في إنجاح الانتخابات البرلمانية أمة 2020 والمقررة في الخامس من ديسمبر المقبل نعم وقد بدأت وزارة الداخلية استعداداتها مبكرا لانتخابة مجلس الأمة 2020 لأسيما في ظل الظروف التي تمر بها الكويت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد تقوم إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية على اتمام التجهيزات اللازمة بشأن يوم الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2020 تقوم إدارة الانتخابات بعد الانتهاء من 10 يام استقبال الطلبات الترشيح حاليا بالاتصال على جميع المرشحين لتقديم الوكلة والمناديب نحب أن هناك لكل مرشح أن يكون الوكيل بنفس الدائرة كذلك المندوب أن يكون لها قيد انتخابي كذلك تقوم الإدارة حاليا باستقبال أعضاء اللجان الوزارة الداخلية ويتكون متواجدين في اللجنة يوم الاغتراع 5 ديسمبر كذلك تقوم الإدارة حاليا بتجهيز الصناديق الخاصة في العملية انتخابية من خلال توفير المحتوى من كشفات الناخبين كذلك اسماء أو أوراق التصويت كذلك الغرطاسية الخاصة للعضاء اللجان والرأساء اللجان الإدارة قامت بتجهيز كشفات الناخبين والناخبات والمدارس التي حددت اليوم الانتخابات بالإضافة إلى صناديق الاقتراء نحب أن نوهل الأخوة الناخبين في حال فقدان شهادة الجنسية في يوم الاغتراع اللي هو صاد في يوم 5 ديسمبر أن إدارة عام الجنسية وثاقة السفر الكويتية متواجدة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساعا لتقديم أي من الورقة الخاصة في شهادة الملهم الأمر أو مدى الفاقد لتقديمها إلى رئيس اللجنة إدارة شؤون الانتخابات بانتظار انتهاء المهلة المحددة لتنازل المرشح والمرشحة مع دوام يوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي حتى يتم حصر أسماء المرشحين في أوراق الإقتراع نواف الشراكي تفزيون دولة الكويت